انا مبارح ذعت لحضراتكم في اخر النهار انفراد قناة النهار بانتاج اغنية رائعة للنجم والفنان الكبير صاحب الحنجرة والصوت الذهبي والدافئ والحساس علي الحجار الاغنية اسمها لاتهني ولهينك اغنية تتعلق بالحالة المصرية والعلاقة ما بين نسيج هذا الوطن من مصريين مسلمين ومصريين مسيحيين والحقيقة علي الحجار مع قناة النهار انتهزوا الفرصة للحالة الرائعة اللي موجودة في مصر من البهجة والوئام والتآخي والسلام والود والمحبة اللي ظهرت فيه يوم 6 يناير في ليلة عيد الميلاد في العاصمة الادارية عندما افتتحنا مسجد الفتاح العليم وقتدرائية ميلاد السيد المسيح وذعنا لحرككم برحل الاغنية والنهاردة كمان حذية لحضراتكم بعض الكواليس من تصوير هذه الاغنية عشان تعرفوا انه لازم الحب ينتج حب ولازم الود والوطنية والتفاهم والتسامح تنتج وتثمر نجاح في النهاية الحقيقة قناة النهار آمنت جدا بالفكرة وآمنت واستشعرت وتفاعلت مع الحالة اللي موجودة في مصر وحاولت كمان انها تترجم الحالة اللي موجودة في كل بيت مصري سواء مسلم او مسيحي تترجم الحالة اللي احنا شفناها يوم 6 يناير عندما وقف البابا توضرس امام المسجد ووقف الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب امام الكاتدرائية وحاولت تترجم كمان كلام الرئيس عندما قال في مصر نحن لا نسأل الانسان عن دينه الانسان المصري له الحق في ان يعبد او حتى لا يعبد هذا الكلام الاول رئيس مصري وعربي وفي رأيي عن مستوى العالم يتطرق لهذه الحرية الكاملة في العبادة وان كل الاديان وكل حريات الاديان والعبادات مصانة هنا في مصر تفاعلت معها قناة النهار والحقيقة انا عايز اشكر قناة النهار والقائمين عليها سواء علاء الكحكي عمر اللي في محمد عبدالوهاب وكل القائدات طبعا محفظ الالقاب لهم جميعا وهم اصدقاء عزاء لانه كل القنوات هذه الايام مكبلة بكثير من العمل ومكبلة بكثير من الالتزامات المالية وعندنا انتاج براميجي وانتاج مسلسلات تحضيرا لرمضان وانتاج واجور ومرتبات لكن ان قناة النهار تنتبه مع كل هذه الاعباء المالية والفنية اللي عندها انها كمان تسخر جزء من امكاناتها المالية ووقتها ومبدعيها وصناعها لانتاج هذه الاغنية بهذا الشكل وفي هذا التوقيت اعتقد انها يعني لقطة تستحق الاشادة جدا ودي بعض الصور اللي تم التقطها اثناء تصوير الاغنية الصورة فيها من على اليسار زاملنا مدير التصوير الجميل وليد الشفعي ثم الولد الجميل ابو سكسوكا محمد سمير من برومو ميديا وزاملنا العزيز محمد اسعد رئيس ادارة البروموهات والابداع الفني في النهار وطبعا على يمين الشاشة النجم الكبير علي الحجار وده في الاستوديو بتاع قناة النهار لتسجيل الاغنية انا بحي كل من قام بالعمل في هذا الفن الرائع وزي ما انا قلت لحضراتكم ودي صورة اخرى على حجار هو قاعد بيسجل وده محمد اسعد وهو بيزبط له الصوت ده او الميكسرات والحاجات التقنية اللي انا بفهمهاش قوي ده بس اسعد الحياة عبقاري فيها اه ده دليل اخر على ان الاعلام اللي فاهم انه هو رسالة قبل ما يكون مهنة الاعلام اللي فاهم ان عليه واجب وطني قبل ما يكون واجب ترفيهي ولا واجب اخباري الاعلام اللي فاهم انه جزء من منظومة هذه الدولة وسلاح يحارب بيها اعداؤه يجب ان يقابل بكل تحية وتقدير وانا شاهدتي مجروحة طبعا لانا نعم عبقاري في قناة النهار بس انا قلت لكم من اليوم الاول اللي عملي في قناة النهار ان اختياراتي بتبقى محسوبة انا مش بذهب للعمل في اي قناة لمجرد ان هم مقدمين عرض مالي كويس او ان برنامجهم التوكشو بتاعه برنامج كويس طبعا دي في الاعتبارات موجودة والفلوس مهمة لكن الاهم منهم هي القناة نفسها هل دي قناة وطنية ولا لا قناة فهم رسالتها ولا لا تاريخها عامل ازاي هل في شبهة في عملها هل في شبهة في انتاجها هل في شبهة في رسالتها الحقيقة قناة النهار واحدة من القنوات اللي انا بشرب بالانتماء اليها واتمنى ان يكون شغلنا جزء من هذه الرسالة المحترمة اللي بنقديها للوطن اولا ثم للمشاهدين ثانيا تذكروا معي بعض الثواني من هذه الاغنية الجميلة انتق قناة النهار وابداع علي الحجار ثم نعود نكمل اخبارنا احنا في مصر ما بنميس جديد ما بنقولش ده مسلم وده مسيحي ما قابل احنا بنقول دلوقتي هو مصري هو مصري الدولة بقت معنية بانها تبني في كل مجتمع جديد تبني الكنائس لمواطنيها لانهم لهم الحق في العبادة كما يعبد الجديد لو في عندنا ديانات اخرى هنعمل لانه ده حق المواطن انه يعبد كما يشاء وبالمناسبة او لا يعبد ده موضوع احنا بنيداخدش فيه من غير معرفلونك او جنانك